اهلا بكم مشاهدين في فقرة اخبار بلا سياسة يرى المصممان الايطاليان دوبينيكو دولتشي واستيفانو جابانا ان جائحة كورونا رغم تسببها بصعوبات كبيرة كانت حافزا لتعزيز الابداع والابتكار وقد دفعتهما هذه الازمة الى ابطاء عجلة الاعمال للعودة الى اجواء شبيهة بتلك التي كانت سائدة في بداية مشوارهما في منتصف الثمانينيين لن يحظى الاطفال بفرصة الجلوس في حضن بابا نويل في جميع انحاء ايطاليا هذا العام بسبب القيود الصارمة على التجمعات نتيجة لتفشي فيروس كورونا لكن سيتم ذلك عن طريق الواقع الافتراضي اذ يتعين على الاباء الراغبين في اهداء اطفالهم في عيد الميلاد ان يرسلوا امانهم الى سانتا ويختاروا يوما ووقتا للاجتماع به عبر الانترنت زينت الاضواء الستة عشر مبنى في العاصمة اسودية ستوكوم في مهرجان نوبل ويك لايتز الذي يعد جزءا من الاحتفال باسبوع نوبل عشرين عشرين وينسج هذا الاحتفال بالضوء والفن والتصميم والتعليم والتكنولوجيا بطريقة مميزة احتفالا بالحائزين على جائزة نوبل لهذا العام ويستمر لغاية الثالث عشر من الشهر الحالي الى جانب الذهب والنفط بورصة والستريت تبدأ في تداول اسهم المياه لأول مرة وسط مخاوف من ندرتها حيث كشفت وكالة بلومبرغ الامريكية ان بورصة والستريت بدأت في تداول المياه الى جانب الذهب والنفط والسلع الاخرى المتداولة وهو ما يصلت الضوء على المخاوف من ان الموارد الطبيعية التي تحافظ على الحياة قد تصبح نادرة في معظم انحاء العالم والى منصة تيك توك حيث تصدرت اغنية لاكست قائمة الاغاني الاكثر استخداما لعام 2020 وقد تم استخدام الاغنية في اكثر من 54 مليون مشاركة على تيك توك نتابع التقرير التالي ثم نعود لاستكمال ما تبقى من صفاح العربية اشتركوا في القناة